موسيقى مرحبا يا طلابي يا أعزائي مرحبا بكم في يوم جديد مع مدرسة الإيمان حيث الرب معلمنا وكلمته كتابنا واثرنا لكم مقاعد هنا تفضلوا واجلسوا وأحضروا نسختكم من الكتاب المقدس وشيئا لتدوين الملاحظات عليه الإيمان يردي هو وهو الطريقة التي نتغلب بها إنه يريد أن يعلمنا سبيل ارتقائنا إلى مكان أسمى فنصلي ونطلق العنان لإيماننا ولنصدق الرب بأن نرى أشياء لم نرها قد وأن نتذكر كل زلة لسان لنا والأشياء التي نراها لنعرف كيفية دمجها في حياتنا ولنعرف كيف نطبقها كي نرى التغييرات على الفور في الحال يمكنك أن ترى نتائج قبل انتهاء اليوم هذا هو نوع الرب الذي حظينا به إذن دعونا نطلق العنان للإيمان ولنصلي الأب باسم يسوع اجتمعنا من جميع أنحاء العالم جمعتنا معا هذه الوسائط كي نطلق العنان لإيماننا ونسألك الإفصاح والمسحة المقدسة والتوجيه في الوقت الحالي أنت فقط من يعرف ما يحتاجه كل واحد منا في كل جزء من العالم وفي أي يوم ووقت وموقف معين ويا لبراعة قدرتك أنه يمكنك أن تخدمنا جميعا في وقت واحد وبفعالية وقوة وعلى نحو رائع نحن نطلب فقط ما نحن بحاجة إليه في الوقت الحالي وننشد أن تمنحنا إياه وأن تعطينا القوة لنفعله ونمجدك لكل أمر طيب يحدث في حياتنا وعلى كل ذلك باسم يسوع آمين شكرا لك ربنا دعونا ننتقل إلى سفر رومية الإصحاح الأول ونطالع الكتاب المقدس الذي طالعناه سابقا إذا كانت هذه أول مرة تحضر معنا درسا فقد تناولنا بالفعل الدروس السابقة في الأيام الماضية ويمكنك مطلعتها عبر الإنترنت على الرابط المناسب والاطلاع عليها أو هي لن تستغرق معكم وقتا طويلا كما أنها دروس مترابطة يستند كل منها على الآخر وستتمكن من اللحاق بنا بعدها هؤلاء الفتات هنا أذكياء وحاضر البديهة لا تدعوهم يسبقونكم حاولوا اللحاق بهم وبعدها سننمو جميعا ونتطور معا تعلمنا فيما مضى دروسا من سفر روميل إصحاح الأول الآية السابعة عشرة أنه في الإنجيل في الإخبار السارة هذا ما تعنيه كلمة فيه إذ إنها تشير إلى الإنجيل هو البر بر يهوى معلن بإيمان لإيمان كل ما يفعله يهوه صائب كل وسائله صائبة وكل وسائله وأموره الصائبة معلنة في الإنجيل ولكن كونها معلنة لا يعني أنك ستتلقاها أو ستفهمها نتلقى هذا الأعلان بالإيمان ومع نمو إيماننا نرى المزيد ونفهم المزيد قرر بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أذكياء جدا أن يهوه غير موجود وأن الكتاب المقدس هو مجرد عمل بشري وأنه ليس سوى عمل أدبي عظيم أخر ليس له أي تأثير على جيلنا الحالي وهكذا إذا قرأوه فإنهم لا يرون شيئا ذمعنا بالنسبة إليهم فهو مجرد كتاب عتيق ومن الواضح أنما يعتقدون أنه مؤكد بسبب نقص التجربة لكن الحقيقة هي أنه إذا كنت لا تؤمن بهذه الكلمات فلن يكون لها تأثير عليك وإذا لم تكن تؤمن بها فأذهن للإحترام للخالق الذي قال هذه الكلمات أظهر بعض الإحترام والتبجيل فبالنسبة لك سيكون كتابا مغلقا مهما بلغ مقدار ذكائك الأمر يتطلب روح يهوى كي تضيئ فهمنا لابد أن يفتح عينيك وينير بصرك كي تتمكن من رؤيته وأذنيك كي تتمكن من سماعه وقلبك كي تتمكن من فهمه هذه الأشياء ثمينة والأشخاص الذين يحتقرونها لن يفهمها أبدا مهما بلغت مكانتهم العلمية أو مدى تصورهم بشأن أنفسهم الحقيقة هي أنهم سيكونون جاهلين على نحو محزن وبشكل يرثى له بالأمور الأساسية مثل سبب خلقنا ومن أين أتينا وما هي وجهتنا سيكونون جاهلين طوال حياتهم ولكن إذا كنت ستبدأ للطو فقط قال الكتاب المقدس إن الخوف من الرب أو تبجيله واحترامه هو البداية في طريق المعرفة والفهم والحكمة هذا هو منطلقك أنت لا تعرف الكثير عن يهو ولا تبدأ معرفتك به من منطلق أنك ذكي ولا تبدأ بمثابرتك في الدراسة ولا تبدأ من حصولك على تعليم عال بل تبدأ بإيمانك ومن خلال إيمانك الإيمان ليس هو المعرفة وهو ليس الفهم الإيمان كوة روحية الإيمان ينبع من الروح يقول الكتاب المقدس بالقلب يؤمن الإنسان أنت لا تصدق بدماغك ولا تؤمن بذكائك فمنشأ الإيمان لا يسال عقله قال سفر الأمثال الإصحاح الثالث توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمن إذن فإن الفهم والقلب لا يمثلني الشيء نفسه أنت لا تصدق بدماغك بل تؤمن بقلبك الإيمان قوة والإيمان اختيار لا تؤمن عندما تكتشف كل شيء في النهاية بل تختار أن تؤمن وحينها حينها فقط ستبدأ في الرؤية وستبدأ في الفهم وسيزداد إيمانك قوة وسيواصل الكتاب المقدس في الانفتاح عليك وإذا أصبح إيمانك أقوى بكثيرا غدا مما هو عليه اليوم فيمكنك قراءة الكتب المقدسة نفسها التي بوركت بها بالأمس ولكنك سترى كل أنواع الأشياء في اليوم التالي بإيمان أكبر لم تره من قبل ترى أمورا وتتساءل لماذا لم ترها سابقا لقد كشفت لك كيف ردد ومعي يا طلاب بصوت عال بإيمان لإيمان بتالي هكذا يكشف يهوه لنا عن أشيائه هذا يجيب عن الكثير من أسئلة الأشخاص يقولون إنني لم أستوعب أي شيء من تلك الرسالة لقد قرأتها ولم أستوعب منها أي شيء أنت فقط تقول لنفسك أنه لم تكن تؤمن بها ولم تكن تحترمها لم تكن تتوقع أن تستوعب أي شيء نحن كنائس حياة الإيمان في برانسون في سارا سوتا وكل من يلتحق بنا نقرأ إصحاحا كل يوم من الاثنين إلى الجمعة ونقرأ الإصحاح نفسه ونتحدث عنه لماذا نفعل ذلك؟ نحن لا نفعل ذلك كأمر ثانويا بل نريد أن نفعله بكامل التركيز واليقظة وليس بعد أن ينال منا الإنهاك في نهاية اليوم ولا يصبح لدينا متسع من القدرة الذهنية على فعل شيء آخر يتعين عليكم إغلاق هواتفكم وإيقاف تجغيل التلفاز والتركيز عليه وإظهار الاحترام وحتى قبل البدء في قراءة هذا الإصحاح توقع أن ترى شيئا جيدا أنت تتوقع أن تسمع شيئا سيباركك والحصول على إجابات وفتح الأبواب لأشياء كانت مغلقة في وجهك ما هذا الذي يحدث لك؟ هذا هو الإيمان فأنت قد دخلت في الإيمان وكلما زاد إيمانك بذلك استوعدت منه قدرا أكبر فهي حلقة لأنه كيف يتحقق الإيمان يتحقق عن طريق السماع سماع كلمتي فإذا قرأتها بمزيد من الإيمان ثم سمعتها تتلقى المزيد من الوحي والمزيد من الإيمان ثم تقرأها بإيمان أكثر مما قرأتها في المرة الأخيرة فيأتيك المزيد من الضوء هل تفهمون ما نتحدث عنه؟ ما من نهاية لذلك ستحصل على قدر أكبر من الحياة وقدر أكبر من الضوء والمزيد من الإثارة والمزيد من الإجابات ولكن في اللحظة التي تتراخى فيها لأي سبب كأن تقول أنني مشغول جدا لا أنت لست مشغولا جدا بل هذا يعكس كل تحترامك للكلمة لم يكن لها مكانة في حياتك لا تجد لها وقت إنها لا يستمسألة وقت بل مسألة عدم احترام وشعور بعدم أهميتها وهذا ضعف في الإيمان وهكذا إذا كان حالك كذلك معها فلن تستوعب الكثير منها لأنك لا تتوقع الكثير منها هذه هي قلة الإيمان وقلة الإيمان يترتب عليها قلة الوحي وقوة الإيمان تعني الكثير من الوحي هل يمكنكم رؤية ذلك يا أصدقائي؟ ماذا قال؟ لننظر إليها مرة أخرى الأية الأولى من الإصحاح 17 من صفر رومير في الإنجيل المجيد أفضل الأخبار التي سمانها وسنسمعها على الإطلاق كل الأشياء الموجودة في الإنجيل كل بر يهوى وكل طرقه الصحيحة والأشياء الصحيحة يعلن عنها بإيمان إلى إيمان في كل يوم وفي كل مرة نذهب فيها إلى الكنيسة وفي كل مرة نقرأ فيها الإصحاحة وفي كل مرة نصلي فيها يجب أن نسعى جاهدين لفعل ذلك بمزيد من الإيمان في هذه المرة أكثر مما فعلنا في المرة السابقة قل في نفسك أنني قد حذيت ببعض الأشياء العظيمة قل ذلك في عقلك لقد حذيت ببعض الأشياء الرائعة عندما ذهبت إلى الكنيسة في المرة السابقة لكنني سأحظى بقدر أكبر اليوم أكثر مما حصلت عليه في المرة السابقة وقد حظيت بالكثير من الأشياء الجيدة عندما قرأت هذا الإصحاحة لكنني سأحظى بالمزيد اليوم أكثر مما كان لدي في الأسبوع الماضي وفي العام الماضي سأحظى بالمزيد بالإيمان كما هو مكتوب العادل يحيى بالإيمان رأينا في الدروس السابقة أن هذه العبارة قد وردت عدة مرات إذ ورد ذكرها في العهد القديم كما أنها ذكرت في سفر العبرانيين وفي سفر غلاطية العبارة هذه نفسها بالضغط العادل يحيى بالإيمان ويمكنك أن تبدأ في إدراك من حديثنا عن الذهاب إلى الكنيسة لسماع الرسائل وقراءة الإنجيل والصلة أن الإيمان ليس مجموعة من المعتقدات وليس مجموعة من المبادئ تمثل الأشياء التي تؤمن بها كما أن الإيمان ليس موقفا دينيا والإيمان ليس حركة أو جماعة فنحن جميعا من تلك المجموعة الإيمانية ما من شيء على نحو أن المؤمن الذي يولد من جديد لا يكون شخصا مؤمنا ما هو المؤمن؟ كيف ولدت مجددا؟ بالإيمان والعادل يسير بالإيمان ويعيش بالإيمان قلنا إن الإيمان هو الآلية التي يعمل بها يهوى وهو الطريقة التي فعل بها كل شيء وكل ما خلقه وهو الكيفية التي يتعامل بها معنا خلتعلمون أنه يمكنكم ارتكاب أخطاء الخطأ نفسه في الأمر نفسه لمائة مرة ولا يتخلى يهوه عنكم إنه إله الإيمان وهو يتوقع منك أن تعود إلى صوابك إنه يتوقع مني أن أتغلب ويتوقع منا أن ننهض فهو لديه خطة كبيرة لك ولي تتجاوز هذه الحياة هذه هي مدرسة الإيمان ولكن في وقع الحال فإن الحياة بكاملها هي مدرسة الإيمان نحن نعيش في هذه الحياة أوقاتا قصيرة لأن ألف سنة مع يهوك يوم واحد نحن نعيش في هذه الحياة لبضع ساعات فقط بطقيط يهوه نتعلم كيف نعيش بإيمان ونسير بإيمان ونفكر بإيمان ونتحدث بإيمان ونرد بإيمان وهي طريقة أخرى لنقول فعل الأمر كما يفعله يهوه ويعدنا لأشياء أكبر بكثير نحن مقدر لنا ومحتوم علينا أن نحتكم إليه في ملكوته الأبدي الآن يمكننا أن نقول كم يبدو ذلك رائعا ولكننا في الواقع لا نعرف سوى القليل بشأن مدى روعته لذا فكل ما يلزمنا هو أن نتعاطى مع الأمر بإيمان وإدراك أنه رائع والشعور بالحماس للإيمان ولكن لا حاجة للتركيز كثيرا على ذلك علينا أن نعيش اليوم وغدا كيف ننتقل من مكان إلى أخر بالخطوات التي نسيرها كيف ننتقل من حال إلى حال ننتقل بالإيمان علينا أن نعيش اليوم وغدا كيف سنفعل ذلك؟ السبيل الوحيد لفعل ذلك بنجاحا هو أن نعيش بالإيمان انتقلوا معي من فضلكم فلننتقل إلى سيفرين فيلاتي نريد أن نطالعه مجددا سيفرين فيلاتي الإصحاح الثاني حسنا أخبركم بما أخبركم به بسبب الوقت لأنه ليس لدينا الكثير من الوقت في كل بث فلننتقل إلى سيفر تيموثي واحد الإصحاح ستة ومجددا سنمضي قدما بسرعة ويمكنكم العودة إلى الإصحاحات السابقة ولمشاهدة هدغة فحسب على زر المشاهدة لتعمل لكن في سفر تيموثاوس واحد الإصحاح السادس الآية الثانية عشرة فقد أخبرنا أنه يجب علينا الجهاد جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية أنا كنت أقدم المساعدة لسيدة ذات مرة وكانت تعاني من مشكلة جسدية خطيرة وكان الأطباء قد أخبرها أنه لا يوجد علاج لحالتها وقد كنت أتحدث معها حول مقاومة الأعراض وخوض جهاد الإيمان الحسن بدأت في البكاء وقال لا أريد الجهاد أنا لست مقاتلة قلت أنا آسف يا عزيزتي البديل الوحيد لعدم القتال هو الهلاك والهزيمة نحن نعيش في عالم قاس يسمى الأرض لدينا أعداء يتمثلنا في الشيطان وأتباعه دائما ما يأتنا للسرقة والقتي والتدمير وما لم نجاهد جهاد الإيمان الحسن فسنستهلك وسندمر وعدونا قاس ومتوحش تماما لكننا لسنا ضحاية عساء لا حول لهم ولا قوة فالإله الأعظم لا يقف ضبنا وقد قال الكتاب المقدس وهذا مفهوما عندما تكون متعبا وبعد اقتناعك أنه الأمر الصائب لأنك أبلكت أنك لا تستطيع فعل ذلك وهذا صحيح إذ لا يمكنك فعله فلا يمكنك شفاء نفسك أو تلبية احتياجاتك لكن لماذا أحاول حتى فالأمر كله بيد يهوه سواء حدث أم لا على أي حال أليس كذلك؟ هذا تفكير خاطئ ومرفض تماما وبعد كل البعد عما تلب منا ثم تدور على عاتقنا يتعلق بالإيمان لما قدمته لنا النعمة لقد رأيت في الماضي خلال نحو أربعين عاما من الخدمة بعض حالات الشفاء المذهلة وبعض حالات الخلاص المذهلة أتذكر الآن سيدتين كانت تعانيان من حالتين مختلفتين وتلتاهما تعيشان في منطقتين مختلفتين من البلاد وتعاني كل منهما من سرطان في المرحلة النهائية قال الأطباء إن جسديهما قد دمر وأعضاؤهما تعطلت تماما وكل ما يمكنهم فعله هو منحهما شيئا للمساعدة في تخفيف الألم أو كانت إحدى هاتين السيدتين تبلغ من العمر خمسين عاما هذه السيدة لا تزال على قيد الحياة وقد شفيت من السرطان وكانت السيدة الأخرى تبلغ من العمر أربعين عاما أو نحو ذلك وهي أيضا لا تزال على قيد الحياة اليوم كان لدى كل تهاتين السيدتين اللتين أتحدث عنهما أمر مشترك وهو أمر مشترك لدى كل شخص رأيته يتلقى معجزات عظيمة كهذه وهو أنهم كانوا مقاتلين مقاتلين هيرددها بصوت عال معي مجددا ماذا يتوجب علي أن أفعل حاربة المعركة جيدة من الإيمان وتفعل ماذا وتمسك بالإيمان ينعلمك الدين دين الإنسان التقليدي سيعلمك أن تكون متصولا وليس مقاتلا سيعلمك أن تتوسل إلى يهوى من فضلك من فضلك كشفني أرجو كشفني أرجوك يا يهوه أن تلبي حاجتي أرجوك يا يهوه هاشفي تفلي أرجوك يا يهوه أرجوك يا يهوه لكن الرب لم يخبرنا أبدا أن نتسولك وقد تحدثنا بالفعل عن ذلك هناك دعوات لن يستجيب يهوه لها ببساطة مثل ماذا لن يفعل ما فعله مسبقا إذا كنت تطلب منه أن يفعل شيئا فعله مسبقا كيف له أن يستجيب لهذا الدعاء فهو لن يفعل ما طلب منك فعله إذا كنت تحاول حمله على أداء دورك وقد أخبرك أن تفعل هذا على سبيل المثال أخبرك أن تقاوم الشيطان وسيفر منك هذا ما يقوله الكتاب المقدس قاوم هذا ما أمرك بها الكتاب المقدس إذ قاومت الشيطان سيهرب منك لكننا لا نزال نرى الملايين من الأشخاص الصالحين الذين يذهبون إلى الكنيسة يتوسلون إلى يهوه لترد الشيطان عنهم ويدعون يهوه من فضلك يا يهوه اترد عن الشيطان الشيطان أرجوك يا رب أوقف هذا دعاء لا جدوى منه أنت تطلب منه أن يفعل شيئا قال لك أن تفعله لكن في اللحظة التي نتوقف فيها أنا وأنت عن التشول ونقلع عن البكاء وندع الشعور بالأسف على أنفسنا ونتخلى عن الشعور بالضعف والهزيمة في اللحظة التي ستقول فيها إنني لن أعيش هكذا وتقول إن المسيح يحيا في الآن وفي الحياة التي أعيشها الآن وتقول أنا أعيش بالإيمان أنا المبرر بالإيمان أنا من أولئك الذين أصبحوا أبرارا وأنا أعيش بالإيمان والعيش التام بالإيمان يستلزم الجهاد أنا أفكر بشأن كل من هاتين السيدتين ومتأكد تماما من إفادتهما في أكبر من فقد كانت كلتاهما زوجتين لقسيسين ولا تزال كلتاهما على قيد الحياة اليوم بعد كل هذه السنوات بعد أن أخبرهما الأطباء أنه لا يجد أمل في مساعدتهما لكنهما لم تستسلم بل شكرت الأطباء على ما فعلوه من أجلهما وفي أعماق روحيهما كانت كل واحدة منهما تقول أنا لم أنتهي زوجي يحتاجني وعائلتي بحاجة إلي وكنيستنا بحاجة إلي ويهوه لم يبعث هذا المرض ليؤذني وهو لا يريد أن ينهي حياتي قبل أجلها فقد عال جاعل لي وتحمل أمراضي وكان يحمل عني آلامي أنا لن أستسلم ولن أستلقي مستسلمة للموت لقد قاتلت وقاومت الرغبة في الاستسلام قاومته لأن المرأة يمكن أن ينال منه التعب يمكنك أن تشعر بالإنهاك الشديد وأنت تعاني من مرض خاصة إذا استمر عاما بعد عام وتستجيب للرغبة في الاستسلام وتتوقف عن القتال والمقاومة يجب أن لا تستسلم ويجب أن تكون متيقنا جدا بإرادة يهوه وبأن إرادة يهوه أن تشفى قد اشتراها بالفعل ودفع ثمنها وأعطاها لك يجب أن تكون متيقنا جدا أنها مشيئته لإرضائك بحياة طويلة لتتخذ قرارك بأنك لن تقبل أي شيء آخر لن أستسلم وسأقاتل كي أعيش سأستيقظ غدا بإيمان وسأعيش يوما آخرا ولن أموت غدا ولن أموت في الأسبوع المقبل إذا استطعت أن تصد الشعور السيئة فسيمنح كذلك الكثير من الوقت أليس كذلك؟ في كثير من الأحيان يفترض المرء أنه ما دامت حالته تسوء كل يوم فلابد أنه سيستمر في التدهور لا لن تستمر في التدهور يمكن أن تبدأ قدرة يهوه في العمل فيك على نحو لا يعني أن تشفى بالكامل لكن حالتك لا تزداد سوءا هذا يعني أنك حذيت بالكثير من الوقت وبعد ذلك لا تتوقف حالتك عن التدهور فحسب بل تبدأ في التحسن ولكن عليك أن تكون مقاتلا يجب أن تكون شخصا لا يستسلم بسهولة يجب أن تكون شخصا لا يلوم يهوه على كل شيء ولا يلوم الأخرين على كل شيء يجب أن تكون شخصا يتحمل المسؤولية عن حياتك وإيمانك ومهما يكون الشعور الذي يعتريك ستنهض مجددا لترتدي ملابسك مجددا وربما تشعر بألم وربما تشعر بالإحباط لكنك تنهض مجددا وتقول في نفسك ها أنذا وتأخذ الخطوة الأولى وتتخذ خطوة أخرى في طريق الإيمان وتتحول الخطوة الواحدة إلى عشر خطوات وإلى ألف خطوة وأنت تسير بالإيمان ستعيش الحياة مفعما بها وليس الموت تعيش بالإيمان وهذا يرد الرب وإيمانك ينمو ويزداد قوة لأنك تعززه في مدرسة الإيمان كل يوم وأنت تنمو بدراسة كتاب المقدس والحضور إلى كنيستك وروحك تزداد قوة وروح الإيمان تؤثر على كل ما تفعله كل أفكارك وجميع كلماتك وأنت تتلقى من تلك الآيات التي جلبت لك الكثير من البركة تتلقى المزيد منها في كل مرة تقرأها لأنك تقرأها بمزيد من الإيمان على هذا النحو ما تزال هاتان السيدتان التي كان من المفترض أن يموت منذ عقود عائشتين وتكملان حياتهما تكبلغت الثمانينيات من العمر الآن سبحان يهوى مجد ويهوى الرب لا يفضل أشخاصا على آخرين إذا كانت مشيئته لهم فهي مشيئته لك إنه لا يفاضل بين أبنائه بل يعاملهم بالقدر نفسه فهو لا يتغير أبدا إرادته هي دائما امشي بالإيمان وعش بالإيمان وجاهد جهاد الإيمان الحسن وتمسك به وقاوم العدو بعد أن تفعل كل ما يجب كي تقف استمر في القتال أنت لا تقاتل لمحاولة الحصول على البركة أنت تقاتل اليأس وتقاتل الملل وتقاتل الرغبة في اليأس والاستسلام أنت تقاتل الرغبة في التنازل عن ما كنت تتمسك به وتجاهد جهاد الإيمان الحسن وتتمسك بالحياة الأبدية انتقلوا معي أيضا إلى سفر تيموثاوس 2 الإصحاح 4 الآية 7 سفر تيموثاوس 2 الإصحاح الرابع والآية 7 قال روح يهوه شيئا أخر من خلال بولوس في سفر تيموثاوس 1 وهو يأتي لاحقا وفي الواقع بالقرب من نهاية حياة بولوس بعد سنوات وعقود من العيش بالإيمان والمشي بالإيمان والخدمة بالإيمان إذا قرأت سفر أعمال الرسل وغيرها من الأسفار فقد واجه الكثير من التحديات لكنه عندما اقترب من الانتهاء كان قادرا على أن يقول قد جاهدت الجهاد الحسنة أكملت السعية حفظت ماذا حفظت الإيمان وحفظت نمط حياة الإيمان والمشي بالإيمان وكما أنه فعل ذلك يمكنك أن تفعل ذلك يا ابن يهوه شكرا لكم على التحاقكم بمدرسة الإيمان انتهى درسنا لهذا اليوم ولكن يمكنكم مشاهدة حلقات مدرسة الإيمان مجانا على الموقع الإلكتروني فيتشول.ور لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني أو تواصلوا معنا على ترجمة نانسي قنقر